ما بين قتل واختطاف وتعذيب حتى الموت عمليات نهب واغتيال تتنوع الجرائم في المحافظات اليمنية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة التحالف خلال الأشهر القليلة الماضية تقرير صادر عن دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء يكشف حجم هذه الجرائم بحيث أدت إلى مقتل وجرح 146 مدنيا خلال تموز يوليو الماضي فقط من الطبيعي أن النسخة التي قامت بها أمريكا إلى جنوب اليمن هي النسخة التي نشاهدناها في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي كثير من البلدان العربية 146 قتيلا وجريحا خلال شهر يوليو فقط حدثت في المحافظات الجنوبية سقطوا مدنيين وضحايا وتصفيات بين فئات المرتزقة كانت هذه الإحصائية لشهر واحد فقط أما لثلاثة أشهر فتحدثت تقرير عن 424 عملية في مناطق سيطرات صنعاء ومقارنة بالمحافظات اليمنية الجنوبية تكشف تقارير رسمية وأمنية عن انخفاض مستوى الجريمة فيها بنسبة 80% مع اتخاذ صنعاء سلسلة إجراءات للحد من الانفلات الأمنية في مناطقها وإفشال محاولات السعودية والإمارات لخلق الفوضى وبتوجيهات أمريكية المحافظات الحرة بفضل الله سبحانه وتعالى تقلصت الجريمة وانتهت الجريمة بشكل كبير لا شك أن هناك قتل لا شك أن هناك لكن حتى ما نعانيها اليوم ما نعاني في المناطق الحرة هو جراء المخلفات التي خلفها لنا المرتزقة الذين فروا إلى الرياض وإلى أحضان الإمارات تركوا لنا موروثا سيئا موروثا سيئا من الانتقامات من الثارات التي لم يحلوها وإلا بفضل الله سبحانه وتعالى كما كان عدد القتلى في السابق اليوم هو عدد قضايا الصلح في المحافظات اليمنية الجنوبية ومع انتشار أعمال الشغب والمواجهات تفيد التقارير الرسمية بأن محافظة شبوى تأتي في المرتبة الأولى من ناحية الانفلات الأمنية تليها محافظة عدانة ومن ثم لاحج والضالع تعدد الجماعات المسلحة وغياب الدولة في المحافظات الجنوبية المحتلة كما يقول مراقبون من أبرز الأسباب الرئيسية للانفلات الأمنية في ظل تصادم مصالح وأجندات السعودية والإمارات والغرب وأطماعهم للسيطرة على خيرات اليمن أحمد محمد زبيب صنعى الميادين